تسريحات وزير الصحة هكذا تفاصيل صحيح تسريحات وزير الصحة على خلفية نقص كبير في أدوية حياتية في تونس اللي عرض ضحية المرضى إلى الخطر نحكيه على أكثر من خمسة مئة وثلاثين دواء اليوم مفقودين في تونس واللي البحث على الأدوية والمعطلة كبيرة لتعرضوا لها المواطنين والمرضى فيما يتعلق بمغادرة ثلاثة من كبار مصنعي الأدوية مغادرتهم تونس وزير الصحة يقول لازم تونس تعاول على نفسها في صناعة الأدوية والصناعات الصيدلينية تريد ريبيان نعاولوا على أنفسنا لكن فين أثناء حتى يتبنوا المعامل حتى نجيبوا الكفاءات حتى لين نجيبوا الموليكول متاع الأدوية حتى 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 المرضى متاع اليوم نحكيه على كبار السن اللي عنده التنسيون واللي عنده القلب واللي عنده من على شنية من الأمراض الموزنة واللي مش لقين دواء نحكيه على دواء الشيميو تغابي اللي لمرضى السرطان عفينا وعفاكم الله نحكيه على أدوية الأمراض المزنة المفقودة في صيداليات المستشفيات العمومية وحتى مساحات الضمان الاجتماعي نحكيه على أحيني اليوم وقتني غضوة مش نقعد نستنى أنا حتى لين تونس تعمل على روحها مش تولي تنصنعوا الأدوية توا أصلا التونسي بناتنا ولي هي حاجة غالطة أصلا معنوش ثيقة في الجينيريك في الدواء اللي مقابل وأحنا برشة أدوية برشة أدوية معناش الجينيريك المتاحة هذا الكل علاش السياسة الدولة اللي مقراتش حسابها الديون المتفاقمة للصيدالية المركزية اللي خليت اليوم المزودين معاتش عندهم ثيقة في تونس معاتش يحبوا يكرديونا بالعربي طالبين حتى ضمان البنك المركزي البنك المركزي قالكش دخلني أنا مش نضمن في تونس ولا الصيدالية المركزية تخلص وإلا ما تخلص دون كل يوم نلقاوا رواحنا في وضعية ما نتعجبوش وقتلي المرضى اللي هما ديجا كانوا عندنا العقلية ما اليوم كيوالي الدواء مفقود يمشيوا للمشعودين اللي يعديوا في التلافز يجا نداوي سرطان ونداوي مرضى السكري ونداوي ونداوي الأمراض الكل ولا بش نرجعو كيف ما في وقت من الأوقات في تونس كلي وقلي يبدأ عندك شكون في الخارج توصي برب يجيب لي دواء الفرانسة اليوم ما عادش عارفت اللي تونس فيها مشكلة متاع دواء اللي فرماسي ما عادش حبو يعطيو الدواء حتى شور أقدونانس للتوينسيزم إن أقدونانس فرانسيز واللي ما عندوش شكون البر بش يجيب لدواء هذي كحليلو الله غالب يا يقد يعاني من المرض يا يتوفى والدولة عاجزة على حل هذا الإشكال الكبير والخطاب دي ما دو فرسيون تسمعنا نقابة السايد لو غيرو كذي يقول الكرا ما فميش الدواء ما فميش الدواء تيرو تعلي انتي تمشي انتي تمشي تعرفك اللي تو ميديكاسيون اللي غريج ميجعوك وقالتكوحها فما فما حاجزة تكلين شريهم نرمال دريل وماكسيلاز ميش موجودين إلى جانب الدواء الأخرى المهمة ناس التي تعاني الناس اللي عندها وجيحة ناس اللي كذي كل واحد عنا في عائلته إذا كان مش هو علاقة بالمرض وربي يشفينا الناس الكل تكتشفها إنو فما ناس بمينا الأدوية غير موجودة إلى جانب مشكلة الدواءات اللي معاش موجودة معاش تعطي فيهم الكنام للمواطنين اللي هما مفقودين واللي هما سواء مفميش سواء غالين والكنام معاش قادرة تتوفرهم والفروسي معاش نجم تجيبهم يغيرو كذي مشكلة كبيرة بتاع الدواء والخطاب بتاع المسؤولين تحسوا في موجة أخرى إيه فما نقصوا لكن مش بالصورة اللي قاعدين تسوقوا لها فما ولكن فما ليلة الأوضاع كارثية في عالقة بالدواء وبخروج الشركات ذو ما نعاول على تصنيع الأدوية في تونس وكي بيحيني الوقتين شنا بستنى تصنيع الأدوية في تونس وقتين بشي تحتم بشي عاوذ هالشركات الخارجة ولعبة تتوجع في صمت حات مجيعرة ومرض فما دويات نحنا يكون من ركزوش معهم دويات العصاب مفقودين كمبليتما جماعة الرازي الطب معناها برشة نعرف برشة دي بسيكياتر يتشكيوا معناها معاش عندو في القايمة ما يعطي يجيه واحد ديبريسيف معاش القايم ما يعطيه دويه وسي امبرتون لشيميك بعض ساعات يجيه يداوي لحاجات هذو فما حاجة اخر زيدة راوع زيدة صار عندنا سياسة متع جاسبيه تو انتي بعض ساعات تمشي تاخد دويه يعطيك ستة ايام والباكو فيه ثلاثين حاربوش بش تخالي ستة ولا سبعة معناها فاضلين في امريكا وما ادراك يعطيه الدويه بالكعبة وقت الطبيب يقول لك معناها عندك اثناشن حاربوش ريتهم ما يحكوك ليراوه في الفليم او حل شرب منها بالكعبة بالكعب يزمنا السياسة كاملة وعندهم الترجيع زيدة في فرازة مثلا وعندهم الترجيع دويه يوفلي يجعوه بارشة دويه يتايش كالخبز راه بالحق دويه يتايش كالخبز نكملو لاخبار الخير عافي في الغربية تلتحق بينا في المباشر وهرأ تهديد تهديد في المباشر معناها تهديد هيا رافية تهديد نعم عندك بالضبط ثلاثة دقائق قالتلي بش تغادر البلاتو نزرب واحد تهديد نعم تهديد جميع عافظكي بش ترانييينا بش نعمل كاختام بش تعتيني ساعة كاملة وبالعكس والي جابة لهنان وانتي بش تكلم في ساعي نرمين سفر هيفا وهبي صراع العميرقى خلينا نقول تفاصيل نرمين سفر خرج طيعت ازلت وقالت معاش بش تغانيو لكن خرجت عملت فيديو ما غير ما نسمعه شنية قالت قالت على هيفا وهبي انو سرقت الفكرة متاحة متاع زوز غنيات زوز كليبيت قاعدت قلت فيها هيفا فما بتباع لي كان معا نرمين سفر واكد كلمه فما بتباع لي قالت وهايفا وهبي بش تقلد نرمين سفر انا رايي شخصي بعد ما شفت اي تناجم هيفا وهبي تقلد نرمين سفر علش ما تقلدهيش بالحق زوز كليبيت شاب ولا بعضهم ونرمين سبقت هيفا وهبي وبخيتوش كوني هي هيفا وهبي معنا بلكش سيدة الترب العربي معنا ما يفنين استعرضية كيفها كيف نرمين سفر دونك انا كل الموسين دا والتضامن مع نرمين سفر لي تحبه برشا سونيا دايماني معاك نرمين سفر ونحب نقول سي توفيق شلا يكون يسمع فينا من نرمين سفر نمشو للكتوب اللبنية اللي حكيت عليها انا اسمه ما نعكسك في شيء ليت دوي المقطوع ليت دوي المقطوع سحيت ماي بيها الحكية ذي بش نقعدك رمينا وحتحنا كتوب هي البنية اللي نحكي عليها بناية ياسر مزيينة وبيهية وتتشجع على المطالعة وتعتيك اقتراحات على الكتوب ان شاء الله نشوفوها مع سي توفيق مجيد على خاطر ستخيز امبورتان انك تجيب من الشباب انهم يحكيوا على الكتوب بيع الكتاب وشكون يحكي على الكتاب التسعة وتسعة وعشرين تخيخة والتفين ثانية درس انذيبات درس جسفو لو قلنا لتفين ثانية زيتية ثانية العفيفا ذيك عندي سكوب عندي سكوب حوي فما مليعب يسمو دخلت ما زом بتتفين فيامه فما سكاري سكاري حاجة اكا سنة لعب معلومة شكرا لكم إنه كول مرسيحات